قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فهذا القول الثاني أن القوم الذين وكلوا بها وأمنوا بها لما كفر بها غفار غريش هم مؤمنوا أهل الكتاب القول الأول أنهم الأنصار والثاني هم مؤمنوا أهل الكتاب وقال آخرون إن هؤلاء القوم الملائكة إن كفرتم فملائكتنا يؤمنون بهذا القول الرابع أن الآية عامة تشمل كل من ذكروا وغير من ذكروا إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها القوم ليسوا بها بكافرين ما تنزم على الملائكة بعيد شيئا ما لأن الله أطلق على الملائكة قوم والله تعالى أعلى وأعلم فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أي هم لها شاكرون وهم لها قابلون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي أن المذكورين سواء الأنبياء الذين ذكروا أو الذين سيوكلوا بحملة هذه الرسالة أولئك الذين هدى الله فهدايتهم من الله هدايتهم من الله فالمهتدي من هداه الله عز وجل فبهداه مقتده اتأسى بهم أسلك سبيلهم عند هذه المسألة تثار قضية وهي شرمان قبلنا وعند هذه الآية ونحوها في صورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وعند قوله أيضا سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تثار مسألة وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لنا شرعنا ولهم شرعهم بلا شك أن هناك فيما يتعلق بالدين الدين كله واحد وكل الأنبياء كانوا على الإسلام كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الخليل عليه السلام قال تعالى في شأن الخليل عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا يخفى عليكم أيضا أن نوحا عليه السلام وقال للقام يا قام إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فالشاهد أن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام الذي هو إسلام الوجه لله وتوحيد الله عز وجل وعدم اتخاذ الشريك فهذا ابتداء من المسلمات وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى أي إخوة لأب الأب واحد وهو التوحيد مراد به التوحيد والشرائع متنوعة قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجة وتحلل القول في ذلك وباختصار أن الشراء من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه وذلك لعموم قوله تعالى فبهده مقتدع ولعموم قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي قد قال تعالى ثم أوحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أما كان من المشركين وقال تعالى في كتابه الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه فأجمالي القول شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه أو ما يخالفه قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهده مقتده قد قال ابن عباس رضي الله عنهما في سجدة صاد عند قول الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به أو ممن أمرنا بالاقتداء به وكان يسجد عندها أعني ابن عباس أن بعض العلماء يقولون صاد ليست من عزيم السجود قل لا أسألكم عليه أجرا ليس بين هذه الآية وبين أخذ الأجرة على تعليم القرآن تعارض فقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أي على الإيمان به أجرا لا أسألكم على الإيمان بهذا القرآن الكريم أجرا فإذا أسلمتم أنا ما أسألتكم من أجر على إسلامكم أما أخذ الأجر على تعليم القرآن أخذ الأجر على تعليم القرآن يعني رجل فرغ وقته لتعليم المسلمين كتاب ربهم فير الجمهور جوازه ومن استدلالاتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أزرع كتاب الله وهذا في شأن الصحابة الذين مروا على قرية فيها لديغ هو سيد القرية وكان أهل هذه القرية لم يقدموا القرى لأصحاب النبي عليه الصلاة أي لم يقدموا حق الضيف اللازم عليهم لأصحاب رسول الله ثم إن كبيرهم لدغ فقال القوم لأصحاب رسول الله إن سيدنا لدغ فهل منكم من راقي قالوا نعم ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم فجعلوا لهم ذلك فرقاه بعض الصحابة فبرئ فأخذوا القطيع وترددوا في قبوله فلما قبلوه ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق ما أخذتم عليه أزرع كتاب الله اقسموا واضربوا لي معكم بسهم فاستذل الجمهور بهذا على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن والمسألة مردها إلى أبواب الفقه أكثر من التفسير إنما ذكرنا عرضا أن لا تضارب بين قوله سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا وهو على الإيمان بيه وبالقرآن أجرا إنه إلا ذكر للعالمين أي ما هو إلا تذكير للعالمين العالمين المراد بهم هنا الإنس والجن